في اطار الجهود الامنية المبذولة للتصدي للجرائم التموينية وفي مقدمتها حجب السلع عن التدول بالاسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية واصلت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها على مستوى الجمهورية بالتنصيق مع قطاع الامن العام ومدريات الامن واصفرت هذه الحملات عن ضبط اكثر من ستين طن ضقيق بلدي مدعم استولى عليها مسؤول مخبس بلدي بشمال سيناء ومالك مخبس بلدي بأسيوت وكذا مالك مخبس بلدي ببني سويف عن طريق بيعها في السوق السوداء وهو ما يعد استلاء على اموال الدعم المخصص لها وضبط نحو عشرين طن سكر تموني مدعم واكثر من احد عشر الف عبوة زيت تموني مدعم بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة ومالك محل بدل تموني بأسيوت قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء واستولى بذلك على اموال الدعم المقرر حيث ان هذه السلع مخصصة على البطاقات التموينية واستمرار لنجاحات الاجهزة الامنية في هذا الاطار تمكنت من ضبط قرابة 33 طن سكر وارز ابيض ومكارونا غير معلن عن اسعارها تم تجمعها لحجبها عن التداول بالاسواق لبيعها بازد من سعرها المتداول وباسعار السوق السوداء بالقاهرة والقليوبية والاسماعيلية كما اصفرت الحملات الامنية لمتابعة ورصد حجب السجائر عن التداول وبيعها بازد من السعر الرسمي والمهربة جمرقيا عن ضبط 178 قضية باجمال مضبوطات اكثر من 115 الف عبوة سجائر مختلفة الانواع ونجحت اجهزة الوزارة في ضبط 40 طن اسمنت مجهولة المصدر وغير معلن عن اسعارها قام مالك مخزل لتجارة مواد البناء ومسؤول مستودع لتجارة مواد البناء بالمنوفية بتجميعها بقصد بيعها بازد من السعر المتداول وتحقيق ارباح غير مشروعة من وراء ذلك كما اصفرت الحملات الامنية عن ضبط 62 طن اعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزل لتجارة الاعلاف الحيوانية بسوهاج ومالك مخزل لتجارة الاعلاف الحيوانية ببني سويف قام بتجميعها بقصد بيعها بازد من السعر المتداول وباسعار السوق السوداء وضبط اكثر من 38 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر تم تجميعها لحجبها عن التداول بالاسواق وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وقنة وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية نجحت اجهزة الوزارة في ضبط قرابة 58 طن لحوم ودواج ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الادمي وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين حال طرحها للتداول بالاسواق خلال حملات شنتها اجهزة وزارة الداخلية بالقليوبية والجيزة وبورسعيد وضبط اكثر من 24 طن سكر ومستلزمات انتاج مياه غازية غير صالحة لاستهلاك الادمي بحوزة مالك مصنع لانتاج وتعبئة المياه الغازية بالمنوفية اشتركوا في القناة